اه ha ha haaa فيه ايه يا مامي مالك خالتك زى تجوز عليها ينهر مش فايت وعملت ايه طي خليها تطلق منه مافيش احسن من الطلق هتعمل ايه يعنى ماهي مكلماني عشان مش عارفة هتعمل ايه تاخد العيال وتطفش من البيت من غير ميحس وغزها عيف انها عرفت إن هو متجوز عليها لأ هي معرفة له ومش عارفها تضرر بك ازاي حلوة قوي تحطوله سمي في الأكل طيب مش خالته دي شغالة في الضرائب أيو وجوزها ده غني وعنده شركات ومصانع كتير أيو يبقى تكلم حد يحجز على الشركات والمصانع بتاعته يبقى هي لازم تقنعه ان في حد مقدم فيه شكوى ان هو بيتهرم الدرايب ها وبعدين يقوم يبيع الشركات والمصانع عشان تاخد نصبها هي والعياء يا بنت اللازينة وتقنعه انه لازم يكتب لها كل حاجة باسمها عشان ما يتحجزش عليها وعشان ما يروحش في دهي لا ده انت تاخد الشكا والقرنين وتجي تشتغل مكاني بقى وبعد ما يكتب لها كل حاجة باسمها تعمل ايه وبعدها بقى ترفع عليه قضية خلع وكل عام وأنتم بخير اشهدوا ان لا لا يلا الله واشهدوا ان محمد الرسول والله يا بنت اللي ايه ده انت شطان شطان من يا حاج ده احنا بنتعلم منها والله